الفقري بيحصل نتيجة حادثة. فارجوكم خلي بالكم حكاية الحوادس دي. ضيف النهاردة هو قمة علمية كبيرة واسم كبير وهو جراح طبعا مصر كلها بتاسع البيه واحنا ناسع جدا بقبوله دعوتنا. استاذنا. استاذ جراحة المخوى العصاب لست دكتور محمد صديقي. اهلا بيك استاذ دي ايه النور ده? اهلا بيجي تخترعي. كتير من المشاكل اللي بتجيلكوا حادثة. اه ده كتير. اه. يعني هو الايام دي نسبة الحوادس فعلا زيادة. في الحمام السباحة بقى. اه في كل حتة. بس بس كسر اللي عموده فقري. حمام السباحة ده وارد. اه فترة الصيف بيبقى فيها الحركة كتيرة والسباحة والبسينات والحاجات دي كلها. اصابة ان واحد بينزل بيغبط حتى خبطة المية. اه. مش لازم يغبط في الارض. اه. لو نازل مش مش بتريقة كويسة وحصل الرأة بقى يعني اصلي انت عارف لازم عشان ينزل يحصل حالة انحناء للرأبة كده عشان يقدر ينزل المية كويسة. لو العكس بقى حصل رأسه مفروضة كده الورى. فبيحصل خبط خبطة دي تقلبت لورة. تفك الفقرة على السوق. اه. وتكسرها او تشرخها. فبالتالي لو الفقرة تحركت ممكن تصيب العصب وممكن تسلب الشرره بعد. اه. الحقيقة حوادس الطرق دي من الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها وبنقول ان هي زيادة. زيادة علشان التهور بتاع الناس في السوق. زيادة عشان سوق الخدمات اللي على الطرق. والطريقة تلاقي فجأة عربية ناقل طلع عليه. ترين اللي طلع عليه. جرار الزراعي. يعني ومش لان طريق الساحل. هو الساحل. احنا مركزين معها علشان اللي معظمهم بيقوا من المشاهير اللي هما. اه. لسابط اللي يناكفى بيتناولها الاعلام. لكن في كل الطرق بيحصل هذا الكلام. طبعا. 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 ده الحركة. ودي مش كبه. قرنش اسكندريا لازم الناس يفهم في اسكندريا. واللي بروحوا اسكندريا. واهل اسكندريا. انه قرنش اسكندريا ده شارع. احنا. مزدحم. احنا. مش طريق سريع. لا نتبع القانون ولا نتبع قواعد المرور. وما بنعرفش يعني ايه نعد من مكان عبوره المشاه. ولو جيت تقول لحد كده بيقوحك ويجادل معاك ويعني كأنك انت من كوكب تاني. مفيش عربية بتعد عربية الاكروباط اللي بتحصل في الطريق. لا 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 لازم في ثقافة. لا طبعا. بس بفيه يد من حديد. تضرب على اي حد مخالف. ما فيش طبعا. وبتلاقي اللي جاي عكسي في طريق ماشي كده يعني. لا الولاد المتهورين او الشباب او اي حد متهور بيسوق بجو اللي هو نظام المبتعدة لازم على طوله وقف غرز حبس. ما هو فين الكلام? لازم. ما بيحصلش. لازم بسرعة. ده ضرر. ده بيموت. على الكبار الرئيسية في ست اكتوبر وغيره بتلاقي الفرح. وشألة بزابة شغل موتسيكلات. عكس الطريق. حاجات حاجات موسيقية. المهمة في الاخر ان في ضحايا بيقول لك هزاك كده. واحنا عندنا معدلات الاصابة النهاردة في الحوادث بقت علي. الحقيقة. اه لكن المشاكلنا العامة بقى في العمود الفقري منها الحوادث ومنها غير الحوادث وطبيعة العمل والوزن الزيادة والشغل الكتير. لان العمود الفقري الحقيقة هو شيئة الحمال الاسية. يعني احنا في البداية في الانترول الجميل بتاع الحلقة بنتكلم على اني ناس بيجي لغضريف وتعمل عملات ويرجع لها غضريف تانية. اه. يعني اللي احنا بنسمي لغضروف المرتجع. اه. موضوع كبير جدا ومهم جدا. يعني الدخلة بتاعت الموضوع بها دخلة خوية جدا. طبعا اه خلينا نبدأ بالدخلة دي. اه. يعني ايه غضروف مرتجع? هو الغضروف المرتجع يعني انا جاء لغضروف وتعاملت معايا سواء بالعلاج الدوائي او التدخل الجراحي. ورجع رد علي تاني الاعراض بتاعته. ولو جيت اعمل اشعات وابحاث. اجد ان الموضوع اه في غضروف تاني. اما في نفس المكان. اما في مكان اخر. اه. وده حاجة خطيرة جدا. يعني احنا دايما منتكلم نقول وجود الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري ده وارد ان يحصل. مع طبيعة العمل والقاعدة المكتبية او الشيل او الحط او اه ست البيت اللي في البيت اللي هي بتشيل او توقف في المطبخ طول اليوم. وبترفع مرتبة بترفع انتري بترفع كنبة بتشيل كلام ده كله. بيقدي الى في الاخر ان الغضروف بيمرض. والغضروف ده اه جزء من تركيب العمود الفقري الحي الدقيق جدا الحساس جدا. مع كتر الحملة عليه بيبدأ يا تآكل الغضروف. هنا بدأنا ندخل في ما يسمى نزلاق غضروفي او اعراض عرق النسا او اعراض بداية الغضروف. كل ده في مرحلة بدري اوي يعني ممكن تتعالج. والعلاج الدوائي يجيب معها نتيجة. الحزام يجيب معنا نتيجة. الراحة. العلاج الطبيعي. اه الحاجات دي كلها ممكن تساعدنا جدا. الموضوع تطور بقى. يعني سبنا الغضروف فترات او بنشتغل شغل تقيل جدا. او خبطة او واقعة او مطب او حدسة. الغضروف انفجر وخرج برا وضغط على العصر. دخلنا في ما يسمى انزلاق غضروفي. طيب. تمانين في المهم الغضريف اللي غير منفجرة ممكن تتعالج. طب لو غضروف منفجر لا ده ملوش غير عملية. خلاص بقى الموضوع منتهى لكده. طب دخل عمل عملية. وبعد العملية الامور تحسنت معاه فترة من الزمن شهر اتنين تلاتة ستة شهر. بعد كده بدأت الالام ترجع تاني اه يحس بيها. الوجع اللي في الفغد الوجع اللي في الظاهر الوجع اللي بينزل في رجله. اه حرقان تنميل خدلان تقل اه النشر شغال بالليل بالنهار. الالام دي كلها ممكن نبدأ يحس بيها مع التغيير. في كتلة العضلة بتاعت رجله. بدأت رجله تخس. بدأت رجله ما تشيلوش. بدأ الكعبل في السجادة. بدأ السلم ما يقدرش يطلع كويس. بدأ النزول بتاع السلم يبقى اصعب من الطلوع بتاع السلم. كل دي اعراض تقولك ان في مشكلة في العصب والعضل. يعمل اشعات نلاقي الغضروف رجع يا اما في نفس المكان يا اما فوقيه او تحتيه. طيب ايه ايه الخصة بقى ليه رجع لغضروفه? دايما للنزولات القضروف المرتجع. اه? موضوع كبير جدا وموضوع مؤلم نفسيا لانك انت عشان تحله اول مرة كانت صدمات نفسية وزعل وعيات وحزن ودخل قدرة عمليات. طلعنا من قط العمليات امل بقى ان انا خلاص العمر كله هفضل كان. لكن انا رجعت بنفس اللي ان كنت بعمله في الاول. الشيء اللي التقيل. الاعدل غلط كتيرة. ركوب العربية والمطبط الفضيع جدا اللي ممكن ياخدها. اه اه الوقعة او خبطة او سقوط رأسي تحميل كده على العمود الفقري. كل ده ممكن يقدي الى الغضروف رجع تاني. عشان كده بقى بنرجع للأول هو اللي يخلي الغضروف مايرجعش. يعني احنا عملنا عملية. مفروض غضروف مايرجعش. طب انا عمل عمل ايه? واحنا عندنا هنا يعني في مصر وفي العالم العربي. مبدأ ان اللي عمل حاجة مرة مش مفروض ترجع عليه تاني. اه. يعني هو المرة زي قطعة اتغير انا غيرتها مش مفروض طبوز. انا دخلت عملت نزلها غضروفي ماينفعش يجري غضروف تاني. انا في الضمان. انا في الضمان. ينفع يجي غضروف تاني. اه ممكن. اه. انا في الضمان. ايوة ده حقيقة. اه. وفي ناس بتقعد سني وترجع يقولك ده انا رجيع للغضروف عشان عملية كانت غلط يا عم ام مال انت كنت ماشي ازاي لما كانت العملية غلط من الاول. الموضوع مش كده خبص. الموضوع ان احنا العمود الفقر بتاعنا له قوة وطاقة على الاحتمال. انت بتتعداها او بتتخطاها فبتبدأ الاعراض بتاعتنا بتبدأ تصل. لما بيجي غضروف ونعالجه من بدري الامور بتتحل. لكن لما بنسيبه سنة واثنين وتلاتة الغضروف بقى بيجيب غضروف ايه وغضروف تحتيه. بقى الغضروف اتنين او تلات. تدخلت حل الموضوع شلت غضروف واحد. طب ما في اتنين عندي بدئين. ان لو شلت تلات غضروف الظهر بقى ضعيف. وفي الجراحة العادية ما كناش بنبدأ يعني الفكر بتاع تثبيت الفقرات او تركيب وتقوية العمود الفقري. تركيب دعمات في الظهر وتقوية العمود الفقري. ده فكرة حديث جدا. ومش كل الناس الحقيقة اه ماشي عليه. يعني في بعض البلاد على مستوى العالم يقولك ما ينفعش نعمل عملية في العمود الفقري. سواء تدخلية محدودة ولا عملية كبيرة من غير ما نعمل تثبيت للفقرات. او تركيب بديل للغضروف. ان انا شيل الغضروف اركب غضروف بديل او اركب مصامير وشرائح او اركب دعمات او واتفر اللي انا هعمله لازم يبقى فيه نوع من تقوية العمود الفقري. لاني لقوا ان الناس اللي عملت عملية وارد بنسبة ستين في المية في اول سنتين يرد الغضروف تاني ودي نسبة كبيرة جدا. طيب لما تركب التقوية او الدعمات او الغضروف البديل وجدوا ان هذه النسبة بتقل تماما الى تصل الى خمسة الى عشرة في المية. يعني خمسة الى عشرة في المية ممكن يرد عليهم الغضروف اه. في امريكا الاحصائية كم? الاحصائية خمستاشر في المية من كل الجراحات اللي بتتم في العمود الفقري في خلال السنة ممكن ترد تاني. الكلام ده موجود في الكتب وموجود اه في في المراجع العلمية. يعني مش مش بنقوله كده بنحلي بضاع زي ما بيقوله. لا خالص. في العالم كله هزا الكلام موجود. تزيد النسب او تقل على حسب التكنولوجي اللي انت بتستخدمها. او التأهيل بتاع المريض بتاع العمود الفقري بعد كده. لان مفروض انا باهله. اقوله بعد كده بقى الشيلة تقيلة. لا. الوزن الزيادة. لا. العظم الضعيف تعال ان قوي. عندك هشاشة تعال انعلاجها. اه في مشاكل في التمسيل الغذائي. الغضة الدرقية عندك. نشطة. السكر ملاخبط. الضغط مش عارف ايه. الكالسيام ضعيف. الفيتامين ده الواطي. كل الكلام ده كله لازم بعد العملية لازم نعمل له اه تصليح. اه. ده الحركة. علشان نحصل في الاخر على نتيجة. لان انا نهاردة بعمل العملية وبتعرض العملية. وعلى امل ان انا بعد كده خلاص بقى بقى بين فريق او اقل ما يمكن ان الالم يقل. لكن لا انا عايز اقوله. بقول ان دايما مشاكل العمود الفقري سواء في الرقبة او في الضهر. مواضيع كبيرة ما هي الصغيرة. ومفروض ما نستهنش بها. ولما المريض بيروح لدكتور او اتنين يقول لا 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 العملية بسيطة جدا وده كلمة ونص وبتعدي بتاع. الامور الحقيقة مش كده. يعني عمليات العمود الفقر عملات معقدة جدا وكبيرة جدا ومشاكلها برضو كتيرة. لانك انت بتتعامل مع اه تركبات كتيرة ومختلفة وحاجات صعبة يعني. لكن في وجود التكنولوجي الحديث والعلم الحديث والخبرة العالية بتاعة الجراح يقدر يقلل من المضاعفات مش يمنعها. لان على مستوى العالم في مضاعفات للجراحات. موجود. يعني فيه بتعامل في امريكا. يتعامل في المانيا. يتعامل في فرنسا. ويبقى داخل ماشي على رجل ويطلع على كرسي بعجل. عندهم ازا الكلام. مش يقول لك اصلا الدكتور اللي مش فاهم. اه موجود. بس بنقول ايه? كل ما بتبقى حريص مع المريض تنتقل المريض بالزبط كويس. يعني المريض لو عنده مشاكل. ما ينفعش تتحل ما تعملش عملية. اه. طب هتسيبه بقلم اه? ياخد بقى علاج بقى للألم. طب هقول لان العملية مش هتقدم. خلاص لان العملية في الاخر النتيجة بتاعتها مش هتبقى مرضية له. اه. وهو اول واحدة هينتقد الجراح. طب عمل العملية ليه ازا كان القلم بينه. اه. طيب انا عملت عملية والمريض بقى كويس شهر واتنين وثلاتة خلاص بقى العملية كويس. طب حرج راجعة تشيل وتنتع تاني على ظهرك وعلى كدفك. او مطباط او ما بتريحش او قاعدة مكتبية بالعشر ساعات وبالاثناشر ساعة. وجاي تشتيكي تاني انك تقول ان انا عندي قلم. وارد طبعا هيجي لك قلم. لان هو الظهر في خمسة وعشر غضروف في ظهرك. زي ما غضروف باز ممكن يبوص غيره. ودايما احنا لما بنقول الالام العمود الفقري. يعني مثلا لو جال غضروف في الرقبة وعليجته. لو جال غضروف في فقرة تانية في الرقبة ما هيدي نفس الاعراض. اللي هي الواجع اللي في الرقبة في الكتاف والتنميل والخدلان والتقل اللي في الايد. ومش قادر امسكه الكوباية ومش قادر امسك المعلاقة ومش عارف هلبس الجاكت ومش عارف شكوة كبيرة جدا. يقول لك مش عارف هربط الاشارب بتاعي. مش عارف هلبس الترحة بتاعتها. مش عارف هتلفز الفستان بتاعي. ده كل ده يؤدي الى ايه? الى معلومة ان انت عندك مشكلة هنا. في العمود الفقر وفي الفقرات. طيب النهاردة في حزمة من الاسئلة. الاسئلة دي اسئلة جمهور مباشرة. تمام. والجمهور له تايما لغة مختلفة عن اسئلتنا. يعني بيحكي ممكن يركز على نقطة هي دي اللي في دماغه قوي. تمام. فاول سؤال بيقول عندي قلم شديد في اسفل الظهر. وينتقل الى منتصف الفخت. بحس بحركة في المنطقة وفي الاعصاب دي. دي للاعصاب مع الام في الرجبة والكعب اليمين. ايه تفسير الحالة دي? هو الواجع بدأ معه في الظهر. بيقولك واجع في الظهر بدأ ينزل على الفقد وبيسمع في الجنب اليمين بما فيه الرجبة وبيوصل لكعب الرجل. هي دي بزبط الصورة بتاعت اللي احنا بنسميها عرق النسا. عرق النسا ده ده تبسيط جدا للكلمة بتاعت انزلاك غضروفي. يعني انا عندي غضروف في الفقرات القطنية والعجزية. غالبا الغضروف اللي بيسمع من الهنش كده من الفقد وبياخد جانب الرجل وبينزل لتحت. ده بيبقى ما بين الفقر الرابع والخمسة او الخمسة والعجزية الاولى. وعلى حسب بقى اللي هو وصل لحد فين? وصل لحد فين? هل وصل فوق الكعب الرجل? ولا وصل الكعب? ولا وصل الاطراب? هنا هنشوف في 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 الرسم الموجود ده. يعني ايه كلمة عرق النسا? هو ده القلم بقى بتاعه بيبقى نار يعني يقول لك لهبة في ضهري. حاسة بنار بتلسع. تنزل تاخد الظهر وتسمع في الرجل. ما هو الرجل ده ليه بتنزل في الرجل? لان ده مصار العصب. طب فيه ناس يجي لها غضروف والواجه ينزل في الرجل وما يجيش في الظهر. بيبقى الظهر مفيش فيه اي مشكلة. بس العصب اللي نازل لان ده بيقى غضروف جانيبي اكتر. العصب اللي نازل هو اللي بيسمع في الرجل. ده بنسميه انزلها غضروف. لان الغضروف اهو زي ما احنا شايفينه اللي هو لونه اخضر ده. الغضروف آآ عامل زي السفنجة كده عامل زي الوسادة. اشيل تقيل واحدة ست شايل عيالها او ابنها طول اليوم. وخلي بالك الشي لا ساعات بتبقى خطأ. اه. او ساعات ممكن ام بيجي لنا كتير جدا. ام اللي بتردع ونايم على جنب. وشايل عيال على ايد. والعمود الفقري معوخ. بتلاقيها جاية معوخة باخدها نفس الوضع كده معوخة باز الشكل. قاعدة الكمبيوتر الكتيرة. قاعدة الموبايل الغلط. اللي هي بقت مشاكلة كتير جدا دلوقتي. اه. المجهود بقى الاوفر. يبدأ الالام بتاعتنا تمسك في العمود الفقري. اسفل العمود الفقري. ممكن قلب في الظهر. على قد العضلات يحصل واجع كده خفيف. لكن نحس بالنار والكهربا والتنميل والخدالة في الرجل. ام. ليه? لان العصب بدأ يندغط. لو انضغط العصب اللي نازل ده اللي احنا بنسميه انزاله غضروفي. ام. طيب لو القلم على قد قلم اسفل الظهر عادة بنلاقي الغضروف هنا صغير ولم ينفجر وبيبقى غضروف وسطي في النص مش ضارب شمال او يمين. لكن معظم اللي بينزل على الرجل بيبقى غالبا شمال اكتر. وبتصاحبه بقى لما بنجي نعمل الفحوصات واشاعات. تلاقي اشعة زي كده. ام. يعني المريض ده مريض بيشتكب من قلم في رجله رهيب جدا. برغم ان عنده لما نجي نشوف الاشعة فيه فقرة مكسورة ومنقولة. يعني الفقرة الرابعة والخامسة متزحزحة من مكانها. ودي درجة اللي احنا بنسميها الدرجة الخامسة من النزلق الغضروفي. لان الغضروف اربع درجات ودرجة الخامسة بتاعته بنتكلم في الحركة في الفقرة. الفقرة بدأت تتحرك. الزحزحة. الزحزحة. والزحزحة في حد زاتها اربع درجات برضو. يعني لما نجي نقسمها كده الدرجة اولة او تانية او تالتة كل درجة بسنتي من الحركة. هنا اللي بيبقى الفقرات بقى هنا شوف التزحزح في الفقرة التالتة والرابعة والخامسة والعجازية الاولة. عندي اربع فقرات متزحزحين. ده طبعا ما بيحصلش كده فجأة. ده ممكن واحد وقع او اتخبط او بتاعه وكمل. مشي واشتغل بيكمل حياته بشكل طبيعي جدا. وبيهري نفسه مسكنات. ده فيه ناس بتاخد كمية من المسكنات لتصل لدرجة الادمان. وبيجروا بياخدوا المخدرات. عشان كده بقت فيه ادوية كتيرة بتدخل في جدوى. لان شوف الغضروف قفلت القناة العصبية. ومش كده وبس. الغضروف لما خرج العضم بقى على العضم. فالعضم بيأكل في العضم. عامل زي الخراج جوه الفقرة. يعني شوفها تلاقي جوه العمود الفقر الفقرات في جزء بقى اسود كده. انت مش عارف ما فيش ملامح هنا للعضم. فاللي موجود ده ايه بقى? حصل تآكل. اللي بنسميه سبوندولو دي سكايتس. الغضروف خرج. ها? وبدأ العضم ياكل في بعضه فبقى هنا فيه التهاب. فمجرد ما شلت الغضروف بس انت محلتش مشكلة. الفقرات دي لازم تتسبت. ولو ما تسبتتش المشكلة بعد العملية بتبقى اصعب. ده غضروف والترك. يعني غضروف واحد عنده غضروف وسابه سنة واثنين وتلاتة. وكان مريض سكر. عشان كدام بيقول لما يبقى عندك مريض سكر. ها? والسكر بتاعهم لخمض ما تسبش الغضروف اللي عنده. لانه حول حول المنطقة الى آآ خراج. بقى تخراج. تآكل في العضم نفسه. ده التهاب في العضم. الفقرة كلها اختفت. الفقرة خمسة وجزء من الفقرة العجزية اختفى. بقت المنطقة دي كلها فيها سطيد. فيها بص. لما نيجي نهينا في العملية بقى بتبقى الموضوع صعب جدا. تصل الى مرحلة انا محتاج ان انا اشيل جسم الفقرة ده واركب عضم ومرة ادخل من البطن من القدام واركب شراح ومسامير امامية وارجع من وراء واعمل تثبيت خلفه ودعمات خلفية. يعني انا عايز اوري الصورة دي اقول لك انك الاهمال يؤدي الى مصيبة كبيرة. يعني الامور ممكن تبقى سهلة في الاول وعلاجها سهل وبسيط زي ما نقول. احنا عندنا فيها حالات بيبقى الغضروف بتاعها العلاج يجيبه. طب ما جابهوش العلاج. ممكن ادخل بعملية بسيطة جدا. بمنزار تدخلي بسيط جدا وادخل واشيل الغضروف. يعني هنا غضروفين والفقرات بدأت تتزحزح. ما هو الغضروف اللي مسك الفقرة. الغضروف ده لما بيتآكل الفقرة بتبقى سايبة. ده يسمع بقى يضغط على العصب. يبدأ الالم بقى في الضار. ينزل الالم على الفغد. ينزل في الرجل. احس بنار. احس بتنميل. احس بخدلان. والموضوع بيزيد مع الوقت. يعني في واحد يجي يقولك انا الرجلية بجر فيها زي ما يكون بجر في شوى الرمل. بالنص كده. تقيلة. ومش حاسبي. اه? ده الشبشب بيتخلع من رجلي. ده البول بدأ يسيب مني ويسبقني. وخصف السيدات. ده وصل لمرحلة صعبة. ما دي بقى اسمها مرحلة المضاعفات بقى. اه. يعني انت في الاول مرحلة الاعراض. يعني هنا غضروف. فقرة مكسورة. متزحزحة من مكانها منقولة. يعني عمود سايب. طب ده انسان. وماشي. ما دي اشعيت بني ادم. وماشي على رجله. طب ازاي وصل لهذه المرحلة. يعني السؤال دايما هو ليس بنفسه لكده. الكلام ده مش هتشوفه برا. يعني ده بنشوفه عندنا في مصر بنشوف العلم العربي. بتشوفه في الخليج. بتشوفه في السودان. بتشوف في الجمن. بتشوف في الليبي. بنشوف ده. طب ليه برا الناس ما تبقاش كتر. لان. اه طبعا. لانه هو مجرد ما بيشعر بالقلم بيبدأ يدور على. ما يجريش بقى يقول لك لازم يعمل الاول الحجامة ويرجع يكيوب النار ويرجع يتعمل حلق في هدانه. ويرجع يتعمل له. ها دي لسه موجودة. موجودة وموجودة بكترة. اه. يعني ده بالعكس ده لو العيان ساعات ما مرش على الحاجات ديتي بقى متعليكش. اه. اخي ده الحلق. يعني انا ممكن اشوف واحد مركب حلقة هنا وجاي. وجاي لك بقى من ايه? من محافظة الفيوم. من محافظة بنسويف. من المينيا. سعيد جدا. يقول لك وانا عملت الحلق. وما جابش انت الحلق ده ايه? حتة ابرم صدية كده وتتركف وللحد ما تعمل. ده جنان ده. دياما ناس جنب خارج في المخ بسبب الكلام ده. اه. ها. ولا اللي بيكيه بالنار ولا اللي بيتشد ايد ورجل اه. عند عم سيد وعم إبراهيم والرجل متاعها مش عارف ايه. ايه الهبل ده? والعصايا اللي بتمشي عالظهر عشان تصلح. طبعا كلام يعني يتنافى مع العلم. مه. وفي اقول الحقيقة لن تقبل العلم وهي عايشة في الجهل ده. يعني مش هنعرف نقشه. مه. وفي ناس بنقول لهم لا يعني الموضوع ممكن يتحل بس ندور على الحلول المزبوطة. يعني انا مش كنت خيل ان في حد في العالم كله في الفين وتساعتاشر اي ان كان درجة تعليمه. يروه هيعمل كوي. او يروه هيعمل. اهو مش موجودة في العالم الا في البلاد اللي زينا. يعني تلاقيها مثلا في 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 افريقيا في وسط افريقيا. تلاقيه مثلا في جنوب السودان او في السودان. وتلاقيه في في بعض البلاد في الهند. يعني دي حاجات كده قديمة جدا. مه. مع ان العلم متقدم قوي. مه. وممكن يحل الموضوع. عندي بقى هنا برضو اه اه يعني كيس او حالة مهمة جدا. حد بعد بيقول انه والدته حصل لعندها كاس في فخدها. تم اجراء عملية وضعوا لها نسيج. ومن ستة اشهر اه بدأت تمشي. لكن عندها وجع في المكان ده. والشؤال طبعا هي عمرها ستة سبعة وستين سنة. ايه اللي حصل? ليه في واجع? هيفضل ولا ممكن يختفي بعد كده? هو لو في كسر يبقى ده طبعا بيروح لدكتور العظام يطمن على رجله الكسر ده يشكله كسر بسيط كسر مضاعف. ده محتاج تدخل جراحة عملية. آآ تسبيت بشراع حمصامير او بيركبه. جوة العضمة بتاعة الفخد كده سيخ يمسك الفقرة العضمة بعضها. لكن كتير جدا من الناس بش بتبقى القضية هنا بس. يعني الوقعة او الخبطة دي بتأثر في العمود الفقري. فلازم احنا هنا بندور زي ما بنبص على الفخد اللي هو ويرم وده اللي ظاهر قدامه. لازم يعمل اشعات على العمود الفقري. يبدأ بالاشعات العادية. آآ اللي هي الامامي خلفه الجانبي او في وضع بنعمل حاجة اسمه اشع حركية كمان. نخليه وطي. يعني في وضع الركوع كده وفضع انه يبقى فرددهره ونصور. لو الفقرة متحركة نبدأ نعمل اشعات رانين مغناطيسة او اشع مقطعي سلاسية الابعاد هتبين الموضوع بالزبط. آآآ. الشؤال اللي جايد بقى كلاسيكي قوي. بيقول واحد راجل انه عنده انزلاغ في الفقرة الرابعة وكمان عنده انزلاغ في التالتة والخمسة. بس الرابعة اللي بدأت الاول. ذهب الى آآ دكتور. قال الدكتور على حد تعبيره لازم لك جراح. آآ بيقول انه لما عمله آآ فحص عصبي لقى كويس لكن في تألم في كتير من الاحيان وخصوصا في اسفل الدهر. هو هو عامل الاشعات لا ان في عنده غضروف. ويحنا زي ما اتفقنا ان احنا بنقول ان غضروف مش كل غضروف هتتعالج لكن في آآ صفات معينة. مش التعالج بجراح. آآ في صفات لازم نيتعالج الاول دوائيا وفي ناس العلاج الدوائي مش يجيب معاه نتيجة على طول. طيب هو مين العلاج الدوائي مش يجيب معاه نتيجة? يعني لو واحد عنده غضروف منفاجر مش يجيب معاه نتيجة. لو واحد معه ضيق شديد مع غضروف ضيق في القناة العصبية مع غضروف مش يجيب نتيجة. لو واحد عنده كسر في العمود الفقري او شرخ سواء درجة اولى او تانية او آآ واتيفر مش هيجيب معاه نتيجة. لو واحد عنده غضروف ودخل في مضاعفات زي تسايب البول او سقوط في القدم او فقدان الاحساس. كلام ده كله برضو العلاج الدوائي مش هيجيب معاه نتيجة. هنا على طول خلاص يعني لازم افكر في التدخل الجراحي. والحقيقة الجراحات متقدمة جدا. يعني احنا معانا في الفيديوهات اللي ياريت نشوفها. الجراحات بقت دقيقة جدا. يعني انت الغضروف النهاردة مش هيجي بالعلاج. لكن ممكن التدخل جراحيا بطريقة بسيطة جدا. فيه تدخلات بنسمية تدخلات محدودة. يعني فيه تدخلات محدودة. محدود يعني ايه? انا مش محتاج جراح كبير ومش محتاج قلات كتيرة ومش محتاج اي حالة. انا مجرد ادخل بشوف العمود الفقري. وانا حددت بالاشعة والرنين المغناطيس والاشعات اللي معايا. فين الغضروف فين المشكلة. انا بدخل من خلال فتحة صغيرة جدا. ها? يعني ايه سنتي او اتنين سنتي. ما بين الفقرتين وبعض. ها? بلاقي الغضروف قدامي على طول. ابدأ اشيل الغضروف. افك الاعصاب. دي حزمة الاعصاب مضغوطة لان فيه غضروف ضغطة. طب مجرد ما انت شلت ده ده تداخل محدود بقى. ومش محتاج اشيل الغضروف كله. انا بشيل الجزء البرز من الغضروف. طب الغضروف لو انت شلته اتحلت المشكلة لالألم موجود. طب لو هو معاها كسر او شرخ. العملية دي بقى للكسر او الشرخ. يعني فيه فقرة منقولة متحركة من مكانها. اتفقنا ان الغضروف لو شلته ما اتحلتش مشكلة. ده بالعكس اتزيد. لما نيجي نبص بقى هنا العملية بتبقى فاقي. دي ما تسمى حاجة اسمها دعمات. الدعمات دي من مادة من آآ اسمها تايتينيوم. بتحت في غرفة العمليات. بنج كلي. جرح برضو صغير. يعني كل فقرة. انا محتاج حوالي اتنين سنتي. لو انا عندي فقرتين نبقى جرح اربعة سنتي. بدخل تحت جهاز الاشعة. ابدأ اركب وسبت الدعمات بتاعتي. وابدأ اعمل لهم واصلة. شايف الفقرة? سقطة ومكسورة ازاي? الفقرة دي انا هرجعها. لورا. انا لما بعمل كده بيبقى عامل زي نظام اه يعني فكرة البريج او الكوبري ان انت بتسحبها ترفعها من مكان. ساعة كتيرة جدا ترجع الفقرة معايا. في بعض الاحيان ما بترجعش الفقرة. بتبقى ثبتت على كده. اه. لو الوقت بقى له موضة طويلة. فانممكن اثبت على وضعه. بس في نفسه لازم اعمل حاجة تانية بقى. ادخل على العصب اعمل حاجة اسمها توسيع للقناة العصبية. وامشي مع مصار العصب لحد ما يخرج من منطقة الحوض. امشي مع مصار العصب او اسع له. اه. يبقى هنا العملية في اربع حاجات. بشر لغضروف. بعمل دعمات وتثبيت للفقرات. بوسع القناة العصبية. بسلك العصب اللي انا ماشي معايا اللي هو كان متأثر ومضغوط عليه. اه. كده المريك بيخرج بفضل الله كويس. بيقعد معنا في المستشفى هو يوم واحد. وتاني يوم بيخرج من المستشفى ممكن بعد اسبوعين بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. اه. السؤالين جايين عن الرقبة. اه. بتسأل عندي الم في الرقبة لفترات طويلة. بقاله اه شهور. بعمل مساج بتتحسن الامور شوية. لكن الالم بساعات بيصل الى مرحلة الصداع. ان يوصل يعمل صداع. ولا تكف عن اه البكاء. ده تعبير خطير. اه طبعا. اه. طبعا. هو اه ناس كتيرة جدا بتجيلها الصداع والصداع له اسباب كتيرة جدا. بس اشهر واكتر سبب للصداع القوي بيبقى من مشاكل في الفقرات العنقية. يعني احنا ممكن نتوه ونجري في سكة بعيدة ونعمل اشعاعات على الموخ واشعاعات في كل حاجة والسنان والانيميا والكلام ده كله ما يطلعش ويطلع في الاخر ان انا عندي مشكلة في الفقرات العنقية. فقرات العنقية من اسوأ انواع الصداع وخاصة بيجي وارا كده اللي احنا بنسميه خلفي. وبعد كده يمسك الدماغ كله. ساعات يصحبه تنميل وخدلان هنا. في ناس يقول لك يا الحسن الرأس بتغلي. الرأس فيها فوران وغليان. من هنا. كل ده جاي من الفقرات العنقية. ساعات بيبقى فيه كمان يعني غير الصداع عدم اتزان. يقول لك انا بمشي بحس ان انا مش موزون او بتطوح. ونجري نتعالج شهور واسنين في انف ازن وحنجرة ان المشكلة في الازن الداخلية والازن الوسطى. وعندين ناخد في علاجاته. والمشكلة هنا ان الفقرات العنقية عاملة مشكلة وضغطة على الشرايين. فمتوصلش الدم للمخ. لان هي الرأبة. الشرايين فيه شرايين داخلية جوه العدم نفس وجوه الفقرات نفسها. بنسميه الورتيبل الارترز. الورتيبل الارترز عندنا اتنين. بيوصل يبقى ماشي جوه الفقرات كده العدمة يعد الفقرة الاولى. يبدأوا مهمين جدا. برتبروا بس الارترز. بالزبط. السيستيم ده بقى هو اللي مشغل. برتبروا بس الارترز. كل المراكز الحيوية. دورة دموية غريبة. رهيبة. رهيبة ومعقدة جدا. فبالتالي انا الرأبة عندها قلم بتحس بصدوعة لما بتعمل مساج بتتحسن شوية. اربط مياسوخنا بتحسنها. التدليج بيحسنها. احنا بننصح دايما بنقول ايه? دلوقتي مع عزيات استخدام الموبايل والتابلت. ياريتني قعدة كويس. بحيس ان يبقى فيه زاوية قيمة ما بين دقني وما بين صدري يبقى تسعين درجة. يعني ان لو عملت كده قدت تسعين درجة. دي تسعين درجة كده. لازم دي تبقى قيمة يبقى ده الوضع المزبوط بتاعي. ما بين عظمة القص وما بين الدقن. ده الوضع المزبوط بتاعي. لكن انا عدتونه الوقت كده غلط. انهم على مخدة غلط. يعني مخدة عالية او مخدات الفايبر الزيادة او ديا. دي بتعمل مشاكل جمدة جدا وتضعف العضلات. بننصح بانواع من الرياضة. بننصح بالمساج والتدنيج. بننصح بالعلاج الطبيعي. بس اهم الجزء لازم نعمله ايه بقى? لو عندك القلم واستمر وبدأ ينزل على كتفك ويسمع في ايديك. اجرى على الدكتور. ما تستنىش بقى. الفقرات اللي عنقية فقرات حساسة جدا وضعيفة جدا. انا عندي سبع فقرات في الرقابة. الفقرات بتتحرك في كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده. والفقرات دي شايلة اغلى حاجة في جسمنا كله. المخ. اه. عاصل المخ ده ده هو ده كل حاجة. المخ وينزل منه الحبل الشوكي اللي بيغز الجسم كله. كابل الاساسي الكهرباء. الاساسي لان ده لو فصل كل الحياة كلها بتبس. الغضروف تركيبه زي ما اتفقنا كده. هو عامل زي الكيس اللي مليان جيلي كده. ما بين الفقرات. له حجم معين والفقرات بتتحرك عليه في نعومة ويسر. ما فيش خشونة. ما فيش اه بيزيق. ما بيوجعش. ما فيش اي حاجة. لان ده الغضروف سليم. طيب مع مرور الوقت واستخدام الرقبة بشكل خاطئ والشيل وخاصة عندنا عادات زي الشيل على الرأس. ده مش موجود برضو في العالم. اه. في السيدات او في الرجال اللي طلع شايل اقنبوبة خمسة دوار واللي شايل فوق دموش كارتين اسمند. والمنازل حاجبتها كتير. هو موجود افريقيا والهند. موجود. موجود هو عندنا هنا يعني الرقبة والشيل على الرأس دي حاجة من التراس يعني. الغضروف ده لما بينضغط هيخرج بره. هيضغط على العصب او على الحبل الشوكي. يدينا الاعراض بقى. يا اما الغضروف ضغط على العصب تلاقي الايد بقى او الجنب الشمال او الجنب اليمين وتنميل ويرسمها لك بصبعه. ده الصبع ده جنبه. ده اللي بينمله بيخدله. ده الصبع ده لتلاتة دولة. ده انا طول الليل قعد بهز في ادايه ومش عارف انام. ساعات الناس النوم بيبقى عندهم يعني تجربة سيئة جدا. لانه مجرد ما يبدأ ينام ويتني رقابته على المخدة. الغضروف ينضغط يضغط على العصب. الالم يبدأ يشتغل. في ناس تقضي الليلها كله قعدة. واختبار حاجة. بيبقوا قعدين فعلا. بيجي لك انا استحلت النوم. الليل كابوس. الكابوس هيجي كامتا لما اجي نام. يبدأ الالم بتاعته. الحقيقة. مع انا النهاردة بقى الدنيا تحسنك جدا. يعني مجرد ما نحس بها زي الاعراض. لازم اروح لدكتور. هنعمل اشعة الاول عادية. ثم اشعة رانيين مغناطيسة او مقطعي سلسية الابعاد. بتبدأ تبين المشكلة. لو الغضروف في بداياته ده يتعالج. طب ما تعالجه. وجزء من العلاج ان انا اعمل جلسات علىك طبيعية اوالبس رقبة اللي هي الرقبة اللي هي الهارد. اللي هي البلاستيك. مش الرقبة السافينج. في ناس تهيرا الرقبة الصوفت السافينج دي ترقبة. ولا حاجة. ملاش اي قيم. اه لازم يبقى ماشيين بخطة معينة. ومش كل غضروف هيتعمل له عملية. لكن الحقيقة الرقبة حصل طفرة رهيبة جدا 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 في التدخلات فيها. باستخدام المناظر والليزر. يعني طفرة حقية في النتائج بتاعتها. السؤال اللي جاي برضو حاجة مشهورة قوي بيسأل على خشونة الرقبة. اه. وبيسأل برضو يعني الخشونة معها اه اه غثيان معها عصداء. ايه خشونة الرقبة? انا اقول حراك حاجة يعني احنا عندنا هنده التشميل بسيط جدا. هو الباب في البيت ساعات نحس انه بيزيق. او ضرفة الشباكة او حاجة زي كده. هو ليه بيزيق? لان مفروض ان في حاجة مادة اللي هي بتساعد بتعمل كده مادة بتزيت المفصل او المفصلة نفسها. المادة دي بتقل او بيحصل مع من الصدر. الرقبة بتاعتنا ربنا خلق لنا الفقرات هي عبارة عن تركيبات فوق بعض ما بينهم الغضروف وفي مفاصل وكل مفصل له جراب فيه سائل. زي السائل بتاع الرقبة كده. المادة ديت لما بتقل او بتنشف او بيحصل تكلسات فيها مع استخدام خاطئ للرقبة مع قعدة غلط مع توطية مع الشيل على الرقبة. المادة ديت تبدأ تقل جدا منها. يبدأ الفقرة تحس بالحركة بتاعة العظم على بعضها. هي دي اسمها الخشونة او الطقطقة. ودي كارثة بقى انك بتحس ان في ناس هي اللي بتعمل كده بقى. يقول لك انا بحبها تقطع رقبتي جدا لما تقطعها بستريح. ده بيحصل. ساعات لما بيحرك رقبته اه وكده كده وطقطعت استريح. ها? بس ده مؤقت. في مقابل ان الفاسد جوينت نفسه بدأ يتاكل. المفصل الجانيب بتاع الفقر بدأ يتاكل. والخشونة ديت هي القب الشرع للغضريف. لان الفقرة اول ما تبدأ تخشن. خلاص الغضروف بيبدأ يحصل له وينشف ويتشقق ويخرج. الغضروف مجرد ما خرج برا ضغط على فين? يا العصب يا الحبل الشوكي. الحبل الشوكي بقى ديت كارثة. ده ان الاعراض بتديني على الادين والرجلين لحد دوافر الرجل. احنا في ناس بيبقى عنده غضروف في الرقب نقوله ده جاله شالة رباعي. الصبق فقرة في الرقب يقولك شالة رباعي. لانه رباعي يعني ايه? الادين والرجلين. وممكن لو على جنب واحد ياخد جنب اليمين كله. قولك ايديا وكد فيه جنب اليمين ورجلية لحد صابع رجلية. يمين او شمال. يعني ممكن ياخد نص كده. وممكن ياخد الارباع مع بعض. فبالتالي الرقبة من الحاجات اللي مش مفروض نهملها جدا. مه. على ساعت جدا النهارة بالاستماع. ما لك العادة ويعني بتبدأ في حوار علمي دقيق. مسترسل مليء بالمعلومات اللي يعني بتنفرد باسلوب رائع جدا في الانتقال من معلومة. المعلومة من منطقة لمنطقة بسلاسة وبساطة شديدة بتسير العجال. نورتنا وشرف كبيرين هذه. شكرا. شكرا. الجراح القدير واستاذنا في هذا المجال. لايفي العزيز. الاستاذ دكتور محمد صديق ودي. استاذ وجراحات المخ والاعصاب. وجراحات العمود الفقري والانزلق والغضروفي. الاستاذ بكل الطب اصر عيني جماعة القارة وعضو جمعية المصرية والعربية. لجراحات العمود الفقري كان ضيفة واحدة من الاهم حلقتنا كالعادة. العمود الفقري بكل تفاصيل بغضريفه وفقراته وحبله الشوكي. واعصابه الهم جدا هو بلا شك مهم جدا وا آآ آلامه اعتقد انها مأسة كبيرة يبغي ان تضع في الحسبان.고요 قدير من مانه سلام.